بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي حيكم الله جميعا موضوع اليوم مهم ومهم جدا ويهم بدرجة الأولى مستعملي ميكروسوفت ويندوز ست ويهم بالدرجة الأولى يعني مستعملي لسيستم ديكسفورتاتيون من ويندوز ست فالخبر يعني من مصدره يعني من الشركة هو عبارة عن رسالة يعني تقوم الشركة بإرسالها لجميع مستعملي يعني هذا السلس النظام تخبر فيه على أن الشركة سوف تتوقف نهائيا عن حماية هذا النظام سواء من حيث يعني التحديثات أو من حيث لسيبورت تكنيك يعني ديال الشركة ابتداء من 14 يناير 2020 وبذلك فالشركة تشعر هذا النظام سوف لن يعني يكون يعني تحت نظام يعني حماية شركة وبالتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية لما أد يحدث لهذا النظام من يعني اختراء أو من عطب أو من يعني شيئا آخر بمعنى أن الشركة يعني تحذر الجميع وتخبر جميع المستعملين على أنها ابتداء من 14 يناير 2020 سوف تتخلى بشكل نهائي عن حماية هذا النظام سواء من ناحية التحديدات أو من ناحية لسيبورت تكنيك كما أنها توجه الرسالة إلى جميع مستحمل النظام على أنه يجب تخزين جميع المعطيات المتوفرة لهم يعني في هذا النظام تحسبا لأي طريق يعني يمكن أن يحدث لنظام ويتم إطلاف تلك المعلومات إذن فإخواني أخواتي لا تتركوا الرسالة عندكم وانشروها لأن جميع أو هناك فئة كبيرة من يعني من الأشخاص يستعملون النظام وبذلك يجب عليهم في أقرب الوقت يعني تحديث يعني تحديث النظام بمعنى آخر يعني يجب التخلي على هذا النظام واستعمال نظام آخر مثال على ذلك ويندوز 8 ويندوز 10 التي يعني حاليا فهي متواجدة يعني يعني يمكن الجميع تحميله